بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول المصنف رحمه الله الحديث الخامس والثلاثون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على الاستعداد للآخرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر